كان بيدير المواجهة دي الكابتن واقل فرحان واقل فرحان انتقض عبر المحللين في أداء وهو بيتحلل يعني فكتب بوست على الفيسبوك كالتالي قال فيه عاملينك محلل عالمي بالأوانطة وانت بيض من اللب بلا بيض مين هو طبعا عاملها فرينس اونلي بالمناسبة بس طبعا هي الحاجات دي ما بتخفاش عالصحفيين فوصلت للجنة الحكام فلجنة الحكام شافوا البوست ده فقرروا ايقاف الكابتن واقل فرحان بسبب البوست فكتب ما يلي اعتبروا ان التصريحات دي يخص بيها الكابتن احمد الشناوي المحلل التحكيمي اللي وقتها كان رأيه ان ضربة الجزاكة تفوت تعهد قال للتوضيح الصورة اي شي على صفحاتي الشخصية هو يخص حياتي الخاصة وليست المهنية في مجال التحكيم انا متقبل جميع الاراء سواء بالنقد او المدح واوكن كل احترام لجميع عناصر كرة القدم اتوقفت دي بقى في الاخر الكابتن واقل فرحان هو لسه موقوف لحين التحقيق معاه بسبب ما كتبه ايه رأيكم في قصة الصفحة الشخصية والفرينس اونلي مش بابلك ايه رأيك فيها قصر؟ كواحد يعني جاي من انجلترا يعني فممكن تكون عندك خبرات مختلفة عن لنا اه لا الامور ابسط بكتير يعني انت بتشوف في الاوفرذالاب ولا بتاع رويكين قاعد جمبه اه كاراجر اموز اكتر يعني عداوة موجودة بالليفر بول يونايتد وطول الوقت سفى على الاتنين يعني والامور بتتاخد جماهريا بشكل ابسط بكتير بالعكس ده روح الكرة يعني ان الناس تقولك ايه السو النبي وغضب غير الالف الزمالك والجمهور احنا والاسماعيلي وما فيش كرة خلاص ده احنا عايزين الكلام ده بس بشكل طبعا لا يتعدى الامور يعني انها فنية او الحماسك لفريقك اه بعتقد انه الحاكم اخطأ طبعا اه تكتب على صفحتك هي صفحتك شخصية لكن ده فيه اشارة مباشرة لرسالة معينة انت عايز تقولها من خلال البتاع سواء انت عملت الابشن هاني ومبسوط ان انت تكتل حتة فرينز اونلي او اللي هيشوف ده بس في النهاية لا تخفي الامور دي خاصة انت خلاص بيت شخصية عامة انت وحكمت المباراة جدلية ومهمة في الدوري العام المصري الدرجة الاولى اقوى دوري 100% لازم نخلي بالنا ما تبقاش ومهم جدا فرض كمان هو في البوست التاني راجع نفسه شوية هو راجع نفسه شوية في البوست التاني فعالي شوية بس انا انا جديد علي تماما انطبيب من لب الابير صراحة يعني افريم جديد لنزميل انا في انجلترا نفسها كافانيم تم ايقافه بسبب ان هو كان بيهزر مع زميل ومش فاكل مين فونشستر رونيتد وكتاب له نفذ بالاسباني فاتخد ان هو عنصرية بالزبط رغم الواقع اه وان هو ما كانش يقصر وهو الصراحة في اللعبة دي لا هو كابتن واقل غلط الحقيقة انا شفت تحليل كابتن جاسر عبد رقوف معاك وفهمته وهي لعبة جدلية يعني صعبة جدا 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 انا عادت عيد المكالمة كتير انا فهمتها الصراحة بعد تكرار كتير هو فوز اكيد مدرك ان اللعبة دي هتبقى حديث مصر يعني اللي يومها فانت بدام كتبت حاجة لازم تتقبل سريعا جدا قبل ما نشوف ماذا قال لاعبه الفريقين بعد مباراة بايرن وريال مديد في سانتياجو بنبيو اشتركوا في القناة